هل الولايات المتحدة تراقب الدور السيني في المنطقة؟ أم أنه تعتبره أنه سيكون دوراً اقتصادياً فقط؟ الولايات المتحدة نعم تنظر إلى الصين بكل حبر كما أن بعض الأمور التي فعلتها الصين مثلاً مثلاً بعقدها لهذه أو الوساطة لعقد الاتفاق بين السعودية وإيران فهذا قد خدم المصالح الأمريكية لأن المصالح الأمريكية تريد أو تفضل الاستقرار والأمن في الخليج العربي إذا استطاع الصينيون فعل ذلك إذا استطاعوا تقديم الأمن والاستقرار في الخليج العربي بجمع الإيرانيين والسعوديين معاً على الأقل مؤقتاً فالولايات المتحدة ستكون راضية عن هذا